السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ مني النهاردة بقنا جايبا لكم وصفة بجد عبقرية هنعمل توست بس من مكونات مختلفة خالص هنعمله من غير دقيق وكمان من غير اي نوع من انواع الدهون لا سمنة ولا زبدة ولا زيت هنعمل توست من اللوبيا مناسب للضايط العادي طريقة تحضيره سهلة ومكوناته بسيطة وبطعم ان شاء الله يعجبك اول الوصفة سهلة ومكوناته بسيطة يلا بينا نشوف طريقة العمل المكونات معانا بسيطة جدا وكمان مختلفة هنعمل الوصفة دي بكوب عياري مليان من اللوبيا دي لوبيا مسلوقة بالمية بس مسلوقة كويس اوي بالشكل ده كوب عياري من مطحون الشفان نص كوب عياري من بزل كتان المطحون نص كوب عياري من الزبادي اتنين بيضة كبيرة وكمان معايا بيكنج بودر خلى ابيض وملح هملايا هي دي بس المكونات يلا بينا نبدأ بالطريقة وكمان هقول بدأ للمكونات واحنا شغالين في الفيديو هنجيب دلوقتي طبق كبير ونحط فيه اول حاجة كده اللوبيا اللوبيا مفيدة جدا غنية بالالياف ومشبعة وطعمها حلوة اوي البديل بتاحها ممكن نستعمل الفاصولية او تستعمله الحمص او تستعمله الترمس المتاح عندكم استعمله بس يكون مسلوقة كويس اوي حطيت عليهم بقى دلوقتي اتنين بيضة كبيرة وهنحط كمان دلوقتي حوالي معلقة صغيرة من الخل الابيض وممكن تستعمله خل التفاح طبعا خل التفاح عوضو مش خل التفاح عادي بس ممكن نستعمل الخل الابيض وهنضيف عليها بقى دلوقتي معلقة صغيرة من الملح وهنشغل الهند بلندر ونفرمهم مع بعض ناهم اوي بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي او ممكن تحطوها في الخلاط يعني المتاح عندكم استعمله ارجع تاني واقول البديل بتاع اللوبيا ممكن تحط فاصولية مسلوقة او ترمس مسلوق او حمص مسلوق يكون مسلوقين بالمية بس ويكون مسلوقين كويس اوي زي ما شفنا كده خلاص كده بتكون جاهزة معانا اللوبيا ان احنا نحط عليها بقى الاضافات التانية هنضيف بقى دلوقتي الزبادي الزبادي هنا هتخلي التوست ناعم كده وطري ما يكونش ناشف حطيت دلوقتي نص كوب عيار من الزبادي البديل بتاعها لو ما عنده كوز زبادي ممكن تحطوا لبا رايب وهنضيف كمان دلوقتي معلقة صغيرة من البكينج باودر وهنقلب بقى لغاية لما يختلطوا مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي بعد ما اختلطوا مع بعض بالشكل ده هنضيف بقى المكونات الجفة اللي هي عبارة عن دقيق شفان او مطحون شفان كوب عيار مليان وكمان نص كوب عيار من مطحون بزل كتان بديل الشفان للناس اللي عايزين بديل ممكن تحطوا اي نوع دقيق انتوا عايدينه يعني بالنسبة للضايط العادي ممكن يحطوا الدقيق الاصمر اللي هو الدقيق حبة كاملة لو انتوا عايدين وطبعا الافضل ان احنا نمشي على الوصفة زي ما هي بعد ما حطيت مطحون الشفان وكمان بزل كتان المطحون نص كوب عياري قلبتهم مع بعض بالشكل ده وخلاص كده بتكون جاهزة معانا هوريكوا بقى دلوقتي القوام بيكون معانا بالشكل ده خلاص كده جاهز هنجيب بعد الوقتي قالب ده قالب اللي هو بتعمل فيه الكيك او التوست القالب ده تقريبا مقاس خمستاشر حطيت فيه ورقة زبدة ان هو كويس قوي وبعد كده هنبدأ نحط الخليط بيكون معانا القوام تقيل جدا كده ده طبعا بسبب بزل كتان وكمان بسبب الشفان المطحون هنحط بقى دلوقتي الخليط ونحاول ان احنا نوزعه ونملى بيه الصينية كلها او القالب كله زي ما عامل دلوقتي للناس اللي ما عندهاش قالب سيليكون حطوه في اي صينية عندك ودخلو الفرن وقطعوه باي شكل انتو عايزينه لكن انا حابة ان انا اعمله على شكل خبز التوست فبعد ما حطيته بقى بالشكل ده نوزعه والخطوة دي مهمة قوي علشان يكون متساوي في الصينية كلها ونمسك بقى القالب كده ونخبطه بالشكل ده علشان يكون متساوي معانا في الوقت ده ممكن تدخلو الفرن او تزينو التزيين بسيط انا اسهل حاجة بالنسبالي احط على الوش سمسم وحبة البركة ممكن تحط على الوش اي حاجة انتو عايزينها يعني التزيين حسب الرغبة بيكون بقى دلوقتي جاهز معانا ان هو يدخل الفرن بيدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن بيعد من 30 ل 35 دقيقة او لغاية لما يبدأ يتحمر من الاطراف كده بعد كده بنقفل الفرن ونشغل الشواية علشان نحمره من فوق هو بيتشقق حاجة بسيطة من فوق كده عادي مفيش اي مشكلة دي من معالم ان هو استوى كويس بعد ما بنشغل الشواية علشان نحمره من فوق كده بيطلع معانا بالشكل الجميل ده شايفين ما شاء الله الحجم بتاعه الضعف جدا وعلشان نتأكد ان هو استوى معانا كويس هنجيب بقى دلوقتي خلة وندخلها بالشكل ده لما بتدخل كده بتحسوا ان هي دخلة في حاجة نشفة مشطرية وكمان بتطلع معانا نشفة ما فيش فيها اي سوائل يبا هي كده خلاص استوى كويس هنشيلوا بقى دلوقتي من ورق الزبدة كده ولان انا مستعملة ورق زبدة نو كويس فبيطلع معانا بمنتهى سهولة بديل ورق الزبدة للناس اللي ما بتعرفش تشتري ورق زبدة نو كويس مع ان اعملت فيديو ازاي نعرف نشتري ورق زبدة نو كويس هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف اهم حاجة يكون ملمس ورق الزبدة يكون شمعي ما يكونش كده عامل زي الورق بتاع الدفتر او الكراسة المهم البديل بتاع ورق الزبدة لو مش عارفين تشتروا نو كويس استعملوا مفرز سيليكون علشان ما تبوزوش الوصفات استعملوا مفرز سيليكون او ورق زبدة يكون نو كويس عشان يبقى سهل ان انتوا تطلعوا من عليه المعجنات وتطلع ناجحة معاكم ما تكونش لازقف ورق الزبدة شايفين ما شاء الله الخبز طالع ناجح معانا ازاي خبز مرتفع وجميل جدا بيطلع معانا كده من ورق الزبدة بمنتهى سهولة والخبز حلو جدا ومتحمر وده شكله معانا من تحت متحمر وجميل جدا شايفين ما شاء الله جميل جدا ازاي يلا بينا بقى هنقدمه ونقطعه كده وتشوفوا شكل الخبز معانا من جوه ازاي هنجيب بقى دلوقتي سكينة يفضل استعمال سكينة الخبز او سكينة اللي هي بيكون مش انشرة كده وهبدأ بعد دلوقتي اقطع الشرايح بتاعت الخبز شايفين الخبز من جوه عامل فراغات كده زي الخبز العادي بالزبط هوريكو برضو قطع كده من قريب بعد ما نقطع الخبز طبعا قطعوه بالحجم والشكل اللي انتوا عايزينه وبيكون معانا بقى دلوقتي الخبز جهز ان احنا نقدمه بعد ما قطعناشا رايح بالشكل ده بيكون معانا جميل جدا كده الوصفة سهلة مكوناتها بسيطة وكمان قلت بدائل المكونات الخبز ده مناسب للضايط العادي وتريد تحضيره سهلة ومكوناتها بسيطة اذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية